أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمولية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجل كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مفصلة ومبسطة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضري للأحياء والمدن ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بقيام كافة الوزرات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها مع تخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال خصصت حكومة روسيا للتحادية لوزارة حالة الطوارئ أكثر من 800 مليون روبل لشراء وتسليم ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في شكل معونة إنسانية إلى كوبا ووفقا لبيان الحكومة تم تخصيص ما يقرب من 469 مليون روبل من الميزانية الفيدرالية لشراء ما يصل إلى 25 ألف طن من القمح في عام 2022 كما تم تخصيص أكثر من 298 مليون لإصال هذه الشحنة الإنسانية عن طريق البحر إلى كوبا هذا العام ونحو 33 مليون روبل في عام 2023 لقي 22 شخصا مصراهم في حارق اندلع في دار المسنين بمنطقة سيبيريا الروسية واندلع الحريق مساء الجمعة والتهم الطبق الثاني في المبنى الواقع في مدينة كيريموفو الذي لم يتم تسجيله رسميا دارا للمسنين وقال توزارة الطوارئ إن مجموعة من كبار المسؤولين توجهت جوا إلى المدينة والتي تبعد نحو 3600 كيلومتر شرقي موسكو مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب محتملة للحريق وقال مسؤولنا أيضا أن العديد من دور المسنين تعمل بدون ترخيص في روسيا ولا تخضع لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي إن أوكرانيا ستصنع بنفسها معجزة عيد الميلاد هذا العام بإظهار عدم خضوعها على الرغم من الهجمات الروسية التي أغرقت الملايين في الظلام وأضف زلنسكي أن الأوكرانيين تحملوا من مداية الأزمة وصمدوا أمام الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والترهيب والضربات الصاروخية مشددا على أنهم سيتحملون هذا الشتاء لأنهم يعرفون ما الذي يقاتلون من أجله وأشر زلنسكي إلى أن القوات الأوكرانية تحوض معارك في منطقة دنباس شرقي البلاد في الوقت الذي يعيش فيه آخرون في المنفى في الداخل والخارج بعد أن فروا من الروس لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم بسبب حوادث سير إثرع صفة قطبية اكتحت معظم أنحاء الولايات المتحدة وأصفرت العصفة أيضا عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص ودفع الطقس القاسي السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين وأدت الاضطرابات إلى قلب النظام اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين في واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام مشاهدينا نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل